هاي هاي حلوين وارجعنا لكم تاني مع مارمار لايف اسطعاد النهاردة هنعمل مع بعض بنيه الدجاج او اسكلوب الدجاج هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة او مش هتاخد مننا اي وعد هقولك على شوية نصايح تخليكم تعملوا البنيه مقرمش جدا من برا وطاري من جوه البنيه بتاعنا هيكون كريسبي والقشرة بتاعته هتكون سبتة ومتمسكة ومش هتفك منك في الزيت وهقولك كمان على كم طريقة للتقديم هوريك زي ممكن تقدميه وتقدميه مع ايه على فكرة اولادنا كلهم بيحبوا البنيه اكلة سهلة كده وبسيطة فهم دايما بيحبوها انا متأكدة ان وصفتي النهاردة ان شاء الله هتعجبكم جدا يلا بينا نبتدي الفيديو بس قبل ما نبتدي لما كنتش اشتراكتي في القناة ايه وعي تنسي تشتركي في القناة واتفعال الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نبتدي انا هنا معايا كيلو اللا ربع صدور فراخ بقسم كل واحد لنصين علشان يطلع السمك بتاعهم معتدل ويطلع مظبوط لما احمروا في الزيت تدبيلة البنيه النهاردة تدبيلة مميزة جدا وهي عبارة عن بتين كبار لو البيت بتاعك صغير ممكن تحطي ثلاث بضع ونص كباية زبادي معلقتين عصير لمون فرش نص كباية دقيق معلقة كبيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة بابركة نقلب كل الخليط ده حلو جدا بعد كده هنروح جايبين صدور الفراخ بتاعتنا ونحطها في الخليط ده ولتأكد ان كل صدور الفراخ امتزكت حلو جدا من الخليط نقفل العلبة بتاعتنا او البوكس اللي احنا حطين فيه صدور الفراخ ونحطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين تلاتة لو انتي حابة تحطين وقت اطول مثلا خمس ساعات ست ساعت هيكون احسن كل ما صدور الفراخ تتشرب من التدبيلة بتاعتنا دي كل ما هتكون طعمها حلو قوي وهتكون حلوة لما نيجي نحمرها احنا كده سدنا صدور الفراخ بتاعتنا جوه التلاجة اقل حاجة ساعتين هنبتدي تحضير في الطبقة الخارجية اللي احنا هنغلف بها صدور الفراخ هنا انا استخدمت البريد كرامب انتي ممكن تستخدمي اي حاجة متوفرة عندك يعني انتي لو عندك بقسمات مدخون او فجتار ممكن تستخدميهم اهم حاجة يكونوا من النوع كويس ويكونوا مدخونين حلووي فلما نضغط على صدور الفراخ يثبت فيهم البريد كرامب وما يقعش مننا في الزيت هنجيب سنية واسعة ونروح حطين فيها البريد كرامب ونجيب صدور الفراخ ونضغط عليه على قد ما نقدر علشان البريد كرامب بتاعنا يثبت فيها زي ما انتو شايفين كده بالظبط لازم الطبقة الخارجية تبقى ستة حلو جدا في صدور الفراخ فلما نخطها في الزيت تثبت وما تقعش مننا هنروح جايبين سنية ونخطها على البتجاز ونحط فيها زيت لما زيت بتاعنا يغلي نروح منزلين في صدور الفراخ النار بتاعيتنا الاول بتكون على العالي ولما بنزل البنية بنخليها نار متوسطة بنقلب البنية بتاعنا عالو الشين ولما نتأكد ان هو ابتدى يستوي بنطلعه بالنسبة اللون البنية انا اللون ده حلو جدا لون جولدي جميل جدا في ناس بتفضلوا ان هو يكون فاتح عن كده او اغمى من كده طبعا ده سهل ان كنت تسيبيه سنة زيادة او تطلعيه قبل كده بشوية بس انا بالنسبة لي اللون ده حلو جدا بيبقى البنية مستوي بيبقى من جوة حلو اوي الخلطة بتاعتنا ما طلعتش خالص الكفر اللي احنا كنا قطينه في البنية موقعش في الزيت بالعكس سابق جدا حلو قوي البنية كله مستوي هكامل الكمية كلها وهوريكي بعد كده البنية كانت طالع شكله ازاي وقديه هو جميل وازاي ممكن نقدمه كذا طريقة تانية كده انا خلصت احمير كل البفتك بتاعي او كل البنية وقديه هو طالع جميل جدا وزاي ما انتو شايفين كله واخد نفس اللون مستوي من جوة حلو قوي كريسبي من برا قدي ايه طعمه فعلا حلو التدبيله طعمه جميل جدا حتى الكفر بتاعنا ساعت ما كنا بنخمره في زيت موقعش مننا ما طلعش بالعكس الكفر سابق جدا على البنية وحلو قوي مولكوش قديه طعمه بالنسبة للتقديم اقدمي بكذا طريقة البنية دايما بتقدم مع البسطة ممكن تقدميه مع قدروات ممكن تقدميه كده تعمليه سندوتشات عادية ممكن تقدميه برضو مع روز ليه كذا طريقة للتقديم انا هنا كنت عاملة فيتوتشيني قدمته معاه وقدهه وكان طعمه جميل جدا اه وبرضو قديمت معه صلطة خضراء قديه هو جميل انا عزالكو ان البنية بيتكل كده حاف يعني احنا مجرد ما بنحمر البنية بنأكله كده بسرعة بسرعة فعلا من الاكلات الجميلة الاكلات السهلة اللي ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود جرب الوصفة بتاعتي ولو عجبتك اوعي تنسي تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد واشوفك على خير مرة تانية ويلا باي باي اشتركوا في القناة